أهلا وسهلا فيكم بالحلقة أدعش معي أنا ومحمد بعنوان كأس العالم بقطر 2022 وأخيرا كأس العالم عم بيصير بدولة عربية بالشرق الأوسط وهي هي المرة الأولى يلي بتستضيف فيها دولة عربية حدث عالمي مثل كأس العالم وهذا شيء كتير رائع وأنا متحمس لأحكي أنا ولوتس عن هذا الموضوع اليوم لهيك خلونا نبدأ بالحلقة بلا تأخير وبدي أسأل لوتس هل أنت بتهتمي بكرة القدم؟ يعني نحن الشباب عنا قناعة إنه كرة القدم هي رياضة شبابية وما نهل البنات فشو رأيك بهذا الكلام؟ أكيد لا رياضة للكل يعني هي مو محصورة بالجنس ذكر أو أنثى؟ أنا كتير بحب أتفرج عن مباريات مع رفقاتي وعيلتي بس مسلة تسلاية بس صدقني أنا بتفرج بس ما بعرف حتى شو يعني تسلل أو ضربة جزاء أو أي شيء تاني بس برجع بإلك رياضة من حق كل الناس طيب شكراً لك على هذا الجواب الحلو وبهالحالي أنا بعتقد أنه كلامنا اليوم رح يكون كتير ممتع عحسب ما حكيتي إنك بتحضري مباريات ولكن مبتفهمي شو معنى تسلل أو ضربة جزاء لهيك هلأ خليني أحكي عن اهتمامي أنا بكرة القدم وبصراحة أنا شخص ما باهتم بكرة القدم نهائياً وكمان ما بحب أحضر مباريات كرة قدم عنجاك واو بصراحة كنت مفكرتك يعني مهووص بالطابق لأنه أنت كنت صاحب الفكرة تتذكر وقت خبرتني أنه لازم نحكي عن كأس العالم من شيء أسبوعين تقريباً قبل ما تنشغل بدوامك بالمشفى وأنتي حاناتك اي اي بتذكر بتذكر هذا الشي تمام أنا لهذا الشي كنت مفكرة أنك كتير بتحب كرة القدم والطابق ولهيك كنت متحمس أنك تحكي عنها بالفوركاست وأنه نعمل حلقة خاصة بكأس العالم بس هلأ يعني فاجأتني معك حق أنك تتفاجأي وكلامك صحيح مية بالمية ومضبوط أنا صاحب الفكرة تبع أنه نحكي عن كأس العالم ولكن هذا الشي ما بيعني أني مهووص بكرة القدم أنا بحب أني ألعب طابق مع رفقاتي وقت بيكون عندي وقت فرغ وهذا الشي بيكون من أحلى الأمور اللي بستمتع فيها بحياتي ولكن حسب رأيي الشخصي أنا بشوف أنه متابعة المباريات هو شي مانو مهم بالنسبة لإلي وكمان بحس أنها مضيعة للوقت طيب شو بالنسبة لرفقاتك أو عيلتك يعني هنن كمان مثلك بس تتذكر أنت مرة حكيت لي أنه عندك أخين هنن علي وأحمد ما هيك؟ ايه مضبوط كلامك أخواتي علي وأحمد على عكسي تماما هن بيعشقوا كرة القدم وبيهتموا فيها كتير وبيتابعوا أخبار المباريات واللاعبين دائما وكمان هن الاثنين بشجعوا فريق برشلونة وحاليا هن عم يحضروا مباريات كأس العالم مع بعض بالبيت ولكن للأسف أنا ما عم بحضر معهم هاي المباريات لأنه مثل ما حكيت من قبل أنا هذا الشي ما بحبه بفكر أنك لازم تجرب تحضر شي مباراة مع أخواتك لتشوف قديش هالمباريات بتسلي وممتعة يعني أنا صبية وما بيهتم بالطابة كتير بس أنا لسه بحب أحضر مباريات كأس العالم مع رفقاتي وعيلتي بس لتسليه لهيك تنصحها بتجرب هالشي خلص مثل ما بدك رح تجرب نصيحتك طيب وكمان رفقاتك كن من أشخاص مملين مثلك وما بيحبوا متابعة كرة القدام عجد مملين الله يسامحك يا لوتاس هلأ أنا صارت شخص ممل لأني ما بحب متابعة كرة القدام يعني نوعا ما لأنه مباريات كأس العالم هنن أكتر شي ممتع ومسلي حاليا بالحياة لهيك أنا كتير مستغربة أنه أنت معنك مهتم بهالشي أبدا أيوة تمام فهمت عليكي معك حام بصراحة أنا باتفق معك أنه كأس العالم هو الحدث الأهم بالعالم حاليا ولكن هذا الشي ما بيغير من قناعتي وما بيخليني مهتم بكرة القدم وكمان قبل ما تسأليني ليش أنا ما بعرف شو الجواب وما بعرف شو السبب ليش أنا ما بيهتم فيها لهيك ما عندي أي جواب لهذا الشي طيب طيب ما رح أسألك ليش ما بتحب كرة القدم يا مومل بس من وجهة نظري يمكن أنتوا طلاب الطب بتحبوا الدراسة كتير أكتر من أي شي تاني يعني أنتو كلكونيردات فهذا الشي ممكن يكون سبب ما بعتقد بصراحة أنه يكون هذا هو السبب لأنه ممكن يكون الواقع عكس كلامك تماماً أول الشي يبدو أنك نسيتي أن أخوك يلي بتحضري معه المباريات هو طالب طب كمان وخلص دراسة الطب من شهرين تقريباً وتاني شي لحتى أكد لك أنه طلاب الطب كمان بيحبوا كرة القدم رح أحكي لك شو صار معنا بيوم الثلاثة بيوم مباراة السعودية والأرجنتي هات حكي لنا لشوف شو صار معكم يوم الثلاثة تمام سمعي يا ستي حتى أحكي لك شو صار بيوم الثلاثة كان عنا امتحان بمشفى الأطفال بدمشق وبعد الامتحان قررت أنا والشباب أنه ننزل ونتمشى بمناطق الشام الأديمة وبالفعل نزلنا على الشام الأديمة مثل سوق الحميدية والأيمرية وباب تومة وأكلنا بوزة وكروسان واستمتعنا بالجو الحلو ايه كمل شو صار بعدين؟ طولي بعدك جايك بالحكي شبك اليوم بصلتك محروقة؟ لأنه متحمسة أعرف إذا رفقاتك كمان بيحبوا الطابق أو لا؟ طيب رح خبرك بهذا الشي هلا نحنا كنا عم نتمشى بالأيمرية وكان في محل بوزة مشغل المباراة على الموبايل وهون صديقي يلي اسمه جابر راح لعند الشباب يلي بيشتغلوا بالمحل وسألهم عن المباراة وعن نتيجتها وكمان دخل على المحل ليحضر شوية من المباراة معهم والله هاد الشي كتير حلو يعني في أك جابر بيحب كرة القدم تماما مو بس هو كمان بقية الشباب يلي كانوا معي بيحبوا الطابة كتير وحتى بعد ما كملنا مشي وتركنا محل البوزة هداك يلي بالأيمرية وصرنا قريبين من الجامع الأموي كان فيه أهوة مشغلة المباراة على شاشة كبيرة لهيك قرر جابر والشباب انهون يفوتوا دغري على الأهوة ليشوفوا شو صار بالمباراة خاصة جابر لأنه هو بيشجع الأرجنتين والمباراة كانت بين الأرجنتين والسعودية إذا هيك أنا بصحب كلامي ومبين أنه حتى طلاب الطب بيحبوك كرة القدم كتير بس صار فيه أق جابر شو كانت ردة تفعله وأتعرف أنه الأرجنتين خسرت اتنين واحد ضد السعودية واو بصراحة كان كتير مصدوم جابر وطول الطريق كنا عم نمزح معه لجابر لأنه النتيجة كانت غير متوقعة بصراحة ما حدا كان بيتوقع هداك الفوز للسعودية صح تفكر مو بس جابر كان مصدوم من نتيجة هاي المباراة كل العالم كانوا مصدومين يعني حتى السعوديين نفسهم ما كانوا مصدقين بس هاد الشي ما بينكر إنه هن اللعبوا كتير منيح كانوا بيستحقوا يفوزوا طيب آخر شي يا محمد مين تتوقع يفوز آخر شي حتى لو ما بتحب الطابة بس شغلي إحساسك آه واو هذا سؤال صعب وحلو بنفس الوقت بصراحة ما عندي معلومات عن المنتخبات يلي عم تشارك هلأ بكأس العالم وكمان عن اللعيبة يلي عم يلعبوا بهاي المنتخبات هاي السنة بس باعتقد إنه الأرجنتين أو البرازيل ممكن يفوزوا هاي السنة ويمكن بهيك موضوع لازم استشير جابر وشوف رأيه وهو أنه فريقي بيتوقع أو أنه منتخبي بيتوقع إنه يفوز بكأس العالم هاي السنة أو كمان في عندي فكرة ممكن نجيب جابر معنا على الحلقة ونسمع رأيه بهذا الشي بس هلأ إجا دورك لتحكيلي مين المنتخب يلي بتتوقعي إنه يفوز فراحة أنا ما بعرف كتير بالطابة يعني أمس لحتى عرفت إنه كريستيانو رونالدو بيلعب مع البرتغال بس رح ساوي حالي رح ساوي حالي فهماني بالطابة وإنه أنا بعرف وإنك بتتوقع رح تربح إسبانيا أو البرازيل حلوة هاي المعلومة إنه إنتي هلأ لعرفتي إنه كريستيانو رونالدو بيلعب بالبرتغال ولكن باعتقد بهاي الحالي أنا وإنتي ما عنا هديك أو هداك الكم الكافي من المعلومات لنتوقع مين ممكن يفوز لهيك لازم نستنى نهاية كأس العالم لنعرف مين الفائز وإنتوا أصدقانا شو رأيكم بكأس العالم هاي السنة مين بتتوقعوا يفوز وطبعا لسه في حكي كتير عن كأس العالم بالحلقات الجاية ورح نعلمكم كتير مصطلحات ومفردات جديدة بخصوص كرة القدم بشكل عام لهيك انتظرونا بالحلقات الجاية وهلا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ويقفوز وإن ترجمة نانسي قنقر وإن ترجمة نانسي قنقر وإن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة